أهلا معكم أخوتي السلامة ربي صاحب قلوبكم مجد أب والإبن ورح القدس أمين سألنا أحد الأشخاص العزيزين على قلبي ليش عيد مربطرس وبولوس بـ 29 حزيران جاي مع بعضهم مش كل قديس لحده ليش وضعت الكنيسة عيد كبار القدسين هن من كبار القدسيننا بالكنيسة ونشأة الكنيسة ومربطرس وبولوس معروفين مربطرس سخرة الكنيسة وعلى هذه السخرة أبن كنيستي ومربطرس هو المعلم وهو رسول الأمم ليش الكنيسة ما عطت لكل واحد منهم هيك يوم خاص أو عيد خاص فيه أخوتي الجواب على هالأمر هيدا من شوفه أنه أول شيء ما في شيء بالصدفة والكنيسة بإلهام من الروح القدس وضعت العيد عيد مربطرس وبولوس بنفس اليوم لسبب كتير مهم كان كلنا بنعرف أنه عيد القديس أخذت العادة أنه بيكون بيوم استشهاده أو يوم انتقاله إلى السماء يعني حتى لو مات موت طبيعية بيوم موته هي انتقاله إلى السماء بيكون عيده فمربطرس وبولوس مع مربطرس وبولوس اختلف الأمر لأنه مع مربطرس وبولوس ما كان معروف أبدا اليوم اللي ماته فيه حتى السنة إنما محصورة الأمور بوقت المجرم نيرون بروما يعني محصورة السنين بين سنة 64 ل67 حتى ممكن تمتد ل68 إنما هي محصورة فقط بسنين بين 64 ميلادية و67 ميلادية استشهد مربطرس ومربولوس واستشهدوا تنيناتهم بروما إنما طبعا الأماكن مختلفة اليوم مختلف وتقريبا في دراس تقوله ما حتى السنة مختلفة إنما ما بتطلع السنة برات 64 ل68 بحد أقصر هلأ ليش الكنيسة وضعت العيد بنفس اليوم أخوتي الكنيسة على طول كانت تتحط مناسبات دينية تتلغي مناسبات وثنية وروما كانت مدينة وثنية كان لنا مربطرس هو السخرة ومربولوس مبشر الأمم فنحن بوليسياء التبشير مشان هيك بالقديم كان يحسوا أنه معدود مربطرس بمثل الشرق لأنه بقى هون ومربولوس صار بمثل الغرب رأى على اليونان وبرم طبعا برسائله العديدة صار كأنه مبشر هو إلى الغرب إنما بدي أقول أنه نقطة كتير مهمة مربولوس ومربطرس هن إلى الشرق والغرب يعني ما في أن نحصر لا مربطرس بالشرق أو بالغرب ولا مربطرس بالشرق أو بالغرب هن إنما نحن عم نقول لأنه خارج أسوار كان مربولوس هو مبشر الأمم اتنيناتهم راحوا على روما مربطرس صلب مات صلبا إنما قالهم أنا ما بستحق إنه أصدب كمعلمة فانصلب بالقلب ومربولوس قطع رأسه الكنيسة عملت أخوتي 29 حزيران تحتى تلغي أهم مناسبة عند الوسانيين وهي مناسبة الأخوة ريموس ورومالوس هن مؤسسي روما والأسطورة بتقول إنه في ذئبة هي اللي أرضعت هل الولدان الأخوة هي اللي أرضعتهم بس بنهاية أخ قتل خيو واستلم هو الحكم وتسمت روما على اسمه لا رومالوس هو اللي ربح وتسمت روما على اسمه أو على اسم التلال اللي موجودة بطريقة روما روم اللي هي معناته القوة إنما الأسطورة بتقول إنه هيدا الإنسان اللي ربح اللي رضعتهم الذئبة هو اللي تسمت روما على اسمه ونحنا أخوتي مسيحيا كان كل إنسان بده يعمل مسيح بده يتعمد فكانت الكنيسة تعمد كل الشعب الوثني وتجيبه على الكنيسة حتى أخذنا نحن المسيحيين إنه كل معبد وثني كنا نعمده نعم نعمد المعبد نعمد الحجر ويصير المعبد الوثني هو كنيسة كتير من المعابد الوثني بده يقل لكم أخوتي حتى بلبنان بإيطاليا بكل العالم بكل العالم مطرح مكان في معبد وثني حتى بأفريقيا لما وصلوا المبشرين كل بلد في قلبه معبد وثني تحول هيدا المعبد الوثني إلى كنيسة فنحن كنا كمان نعمد البشر والحجر فرومة بحد ذات يا أخوتي شوفوا قدرة الله وروعته رومة بحد ذات تعمدت رومة بحد ذات كله الحجر والبشر تعمد وبدي هون ركز كمان على الحجر تعمدت رومة بكلمة فيها تعمدت بدم الشهداء تعمدت بالحريق اللي انحرقوا فيه بوقت نيرون وتعمدت باستشهاد مربوتروس وبولوس على أرض رومة وهيك رومة بتكون معمدة بدم الشهداء وأكبرهم وأهمهم بالنسبة لقلنا هنه مربوتروس وبولوس مربوتروس السخرة اللي عبتم بنى عليها الكنيسة ومربولوس هو المعلم لهذا البنيان اللي صار يعلم بكل كنيسة عبتم بنى على هالسخرة كان المعلم هو مربولوس شوفوا قرب كيف اختار اختار السخرة والمعلم وكيف نحن بدنا نفصل بيناتهم هنه هنه أعمدت الكنيسة ما بنفصل بيناتهم حطينيهم انه هنه بدل الاخوة اللي قاتلوا بعض صار هنه الاخوة اللي عيشوا العالم كل ياته بنعمة ربنا يسوع المسيح وبتعليمهم عن ربنا يسوع المسيح صار هنه رأسي الكنيسة مربوتروس وبولوس وطبعا كلنا بنعرف نحن انه مربوتروس هو يعد اول بابا على الارض اول بابا للكنيسة واول معلم للكنيسة مربولوس اللي هنه استشهدوا بروما وروما القديمة تأسست عام 753 على ايد الاخوة اللي ردعتهم الذئبة انما اليوم نحن عم نحكي عن قدسان عظيمين مربوتروس وبولوس اختارت الكنيسة انه تمثل عالم الوثنية بهول الاخوة اللي ردعتهم الذئبة وتحط تاريخ جديد بعهد جديد بمربوتروس وبولوس اللي اصبحوا اليوم العهد الجديد بروما ما بقى روما وثنية صارت روما سماوية ان شاء الله بنعهد عليكم بعيد مربوتروس وبولوس وهيك منقدر نعرف انه مربوتروس وبولوس اجوا وعيدهم بدل عيد وثني هو تأسيس روما بال753 صار تأسيس روما مسيحيا وليس وثنيا امين